مدينة الحديث عن توقف سير المعارك في مدينة الحديدة إلا أن دخانها ما زال مستمرا في التصاعد توقف المعارك في المدينة سمحا للميليشيا الانقلابية بالتقاط أنفاسها ومعاودة ممارسة التدمير الممنهج الذي سارت عليه منذ بداية الانقلاب إذ قامت بشن قصف صاروخي ومدفعي على مصانع إخوان ثابت في مدينة الحديدة أحد أشهر المجموعات الصناعية في البلاد مشعلة الحرائق فيها لتلتهم ألسنة النيران كل محتويات ومعدات المجموعة وامتدت بعد ذلك إلى الشركات المجاورة لها وعلى بعد كيلومترات من المصانع كانت مجموعة أخرى من عناصر الميليشيا تقوم بنهب أطنان من أسلاك النحاس من أحد القطاعات الصناعية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وبحسب نقابة موظفي المؤسسة فإن الميليشيا نهبت مخزون أسلاك النحاس الذي يقدر بنحو خمسين طنا من مجمع باجل الصناعي وعمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة إلى تدمير البنية التحتية في اليمن منها المصانع والمؤسسات العامة والمباني الحكومية والشركات العامة والخاصة في الحديدة إضافة إلى تلغيم المنشآت والأحياء السكنية والمدارس والمساجل وبالتزامن مع تدمير المصانع ونهب المؤسسات نفذت الميليشيا حملة اعتقالات واسعة طالت المواطنين من كافة الأعمار بالتزامن مع مداهمات للأحياء والمنازل وعاودت التمركز في الأحياء السكنية بالإضافة إلى تفخيخ المباني والأحواش في حي 7 يوليو والتسعين والربصة منظمة العفو الدولية من جانبها كشفت استمرار تواغل ميليشيا الحوثي في الأحياء السكنية في الحديدة وتحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية في المدينة وأوضحت المنظمة أن الحوثيين يقومون بنشر المقاتلين والمعدات العسكرية في أماكن مثل المستشفيات ومنازل المدنيين عبر وضع علامات كتابية عليها حتى يتمكن مقاتلها من استخدامها ويبدو أن المدينة سواء اشتعلت المعارك فيها أو توقفت تبقى في وضع الخطر ما دامت في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية